وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي حرب إسرائيل على غزة بحرب تطهير عرقي وقال الصفدي خلال كلمات الأردن في أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط قال إن الحكومة الإسرائيلية لم تقتل الأطفال الفلسطينيين فحسب بل نزعت عنهم إنسانيتهم لم تقتل الحكومة الإسرائيلية الأطفال الفلسطينيين وتدمر بيوتهم وتفجر مدارسهم وتحرمهم غذاءهم ودواءهم وأملهم فقط شيطنتهم نزعت عنهم إنسانيتهم تربي أطفالها على كرههم وجنودها على استهدافهم ومجتمعها على إنكار حقهم في الوجود هذه هي العقائدية العنصرية اللا إنسانية التي جعلت من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلين فعلا يفخر به جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي هذه هي الكراهية التي حركت أرجل الجنود الإسرائيليين التي ركلوا بها جثامين شباب فلسطينيين من فوق الصطوح في الضفة الغربية لتسقط أمتارا أمتارا نحو الأرض ولتسقط ادعاءات أخلاقية قتلتهم